اشتباكات وقتل وجرحى وتصعيد بين ميليشيات حزب الله والعشائر العربية في منطقة خلدة جنوبية بيروت في مشهد يعلو فيه صوت الرصاص على صوت القانون ويكشف عن الرفض الشعبي لسلاح ميليشيا حزب الله الذي أدخل لبنان في أزمات لا حدود لها اتحاد العشائر العربية في لبنان قال إنه ما عاد قادرا على ضبط الشارع في باقية المناطق خاصة وأن الجميع اتفق على رفض دفع فاتورة معركة سلاح ميليشيا حزب الله داعين الجيش اللبناني والقيادات السياسية لتدخل السريع لوقف الفتنة قبل فوات الأوان في ظل أوضاع خطيرة بينما حذر مراقبون من أن أحداث خلدة قد تكون الخطوة الأولى باتجاه الانفلات الأمني بالتزامن مع تهديدات أطلقتها ميليشيا حزب الله توعدت فيها بالرد الحازم وإنهاء ما جرى ببضع دقائق فقط بعيدا عن سلطة القانون ووصفت صحيفة الجارديان لبنان بالدولة الفاشلة وأنه ما زال بلدا مشلولا ومنكوبا في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليون لبناني يحتاجون إلى مساعدة إغاثية لتغطية احتياجاتهم الأساسية ووفقا للمرصد الأرمتوسطي لحقوق الإنسان فإن البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدخل بمعدلات فقر تجاوزت 55% يبدو من خلال الأحداث والأزمات التي يمر بها لبنان أن الواقع اللبناني يسير باتجاه منحدر خطير أصبحت البلاد فيه مستباحة بشكل كامل أمام تدخل الخارجي لسيما من قبل إيران والأزمة الاقتصادية الخانقة فضلا عن الانهيار الأمني الذي وضع البلاد أمام تحديات صعبة في ظل غياب الدور العربي في حل الأزمة اللبنانية